السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم العافية إخواني ومتابعيني في قناتي على يوتيوب رح نحكي في هذا الموضوع عن سؤال بنسئل كتير دائما وعليه كوستن مارك كبير هذا السؤال كيفية التعامل مع الطيور المستوردة فهذا سؤال متير للجدل دائما وأكثر المربين بيعانوا من مشكلة الطير المستوردة وكيفية التعامل مع هذا الطير فإحنا بدنا نوضح لكم موضوع الطيور المستوردة وكيفية التعامل معها يعني أكثر المربين أو أغلب الدول لما بيجي عنده طير مستورد بيعرفش يتعامل مع الطير وأغلب الناس ما أخدي فكرة أنه طير المستورد بشتغلش أو مثلا ممكن أنه ما ينتج أو ممكن أنه يعني في بعضهم يعني كان تيجيني أسئلة يقولوا لي هل الطير المستورد بيكون مارر على ليزر أو على بعض الأجهزة اللي بتمنع التخصيب عنده لا هذا الحكي إخواني هذا الحكي مش صحيح الطيور كلها بتشغل ولكن فيه اهتمام خاص بالطير المستورد لازم نعرف كيف نتعامل معه يعني الطير المستورد غير طير بلدك طير بلدك لما أنت بتشتريه من غرفة مربي المربي بيكون بنظام شغال نظامي وما عندهش أي مشاكل عنده الحرارة سليمة الإضاءة سليمة الرطوبة سليمة ما عنده أي مشكلة في الطير حتى التغذية سليمة ولما بتشتريه من بلدك بيقول لك المربي أنا بطعمي بالطريقة الفلانية يعني بيعطيك النظام الغذائي إله وبيعطيك النظام الإضاءة والحرارة هلأ أنت لما بتشتري طير مستورد طير المستورد ليش بمرض أو ليش بتعب أو ليش بعض المربيين بيحسوا أنه هذا الطير في عنده مشكلة أو بعض الطيور بتموت عندنا الطير لما بتستورده على أي بلد بغض النظر من إله الطير بمر بمراحل طويلة يعني لما بنتقل من البلد اللي هو فيها لا البلد اللي أنت فيها بقعد على الأقل 24 ساعة من 24 إلى 28 ساعة في الصندوق اللي هي صندوق نقل الطيور الصندوق هاي بتكون فيها مي وبيكون فيها أكل الطيور طبعا بتكون كلها فوق بعضها والمي فوق بعضها ومنها الطيور يعني بيخرجوا عند الأكل وبوكلوا من الإخراجهم فبيصير عندنا مشاكل مرضية بالإضافة إلى أنه الطير بتغير عليه أكتر من شغلهم بتغير عليه أول شي الحرارة من دولة إلى دولة بتغير عليه الرطوبة من دولة إلى الدولة بتغير عليه الإضاءة من دولة إلى دولة يعني بيكون نايم بصير صاحي بيش مش عارف حال نايم ولا صاحي زي البني آدم العادي لما بيسافر نهار بتكون الدنيا نهار في البلد اللي يسافر عليها أو ليل بتكون الدنيا ليل فإحنا بيختلف عليه كتير شغلات وبرضا بيختلف عليه كمان النظام الغذائي فعندنا أربع، خمس، شغلات практически تغير على الطير فإحنا لازم نعرف كيف بدنا نتعامل مع الطير المستورد لما بنجيبه على غرفتنا اشتريت الطير من المحل الفلاني جاي من الاستيراض أول شغلة بنعملها بدنا نحط الطيور في أخفاص مريحة جدا حتى نريحها ومش بكترة العداد يعني ما بدنا نحط أكتر يعني حسب حجم القفص بنحاول نريح كل أربع خمس حبات في قفص عأساس أنه نقدر ياكلوا بشكل سليم يشربوا مي بشكل سليم رقم اثنين بدنا نبلش طبعا ممكن في شاب بشتري طير واحد في واحد بشتري 20 طير فإحنا دايما الفكرة إنه نريح الطير نيم وبدري نريحه بدنا نبلش نعطي في الطير روافع المناعة روافع المناعة عنا روافع مناعة معوية وتنفسية في عنا روافع مناعة مش دوا يعني فيه فرق بين المضاد الحيوي وبين روافع المناعة إحنا بنيجي بنعطي حسب طبعا الطير إذا الطير إحنا أكيد رح ناخده بصحة جيدة ببلش يستاء الطير معنا أو تصير عنا المشاكل تظهر بعد يومين أو ثلاثة بسبب الاختلافات اللي حكينا فيها طبعا أنا بستخدم هذا هذا منتج اسمه فيتا فيغور هو عبارة عن زيت كبد السمك مع أحماض أمينية رافع مناعة منص شطعام بنظف الكبد والكلة والأمعاء فهذا ممكن يساعدني أنا إذا أنا بعطيه ثلاثة أيام على التوالي وربعات منه على أساس يرفع المناعة المعوية عند الطير رقم اثنين نعطي التنفسي اللي هو هذا ريسبير فيغور هذا بيشتغل على أكتر من شغلة بيشتغل على تنشيط الكبد وبيشتغل على موضوع التنفس لأنه بيحتوي على زيت الأوكاليبتوس وفي بي كومبلكس كامل يعني من بي 1 و بي 2 و بي 6 و بي 12 فإحنا مش شرط نستخدم هاي الأنواع ولكن ممكن نستخدم رافع مناعة معوي من أي شركة ونستخدم رافع مناعة تنفسي من أي شركة هذا الحكي بالأسبوع الأول طبعا ثلاثة أيام بنريح يوم نرجع بنعطي ثلاثة أيام تنفس عنا شغلة تانية ممكن الطيور تكون مصابة بمرض ناتج عن أكل البراز أو ناتج عن النقل إذا كانت المشكلة كانت عندنا معوية من نستخدم أنا جبت لكم البايوكوكس من شركة باير منتج كتير ممتاز تقدر تستخدمه يومين كوقاية لطيورك بمعدل 5 نقاط على مشرب الماء 50 مل مش الـ 100 مل الـ 50 مل 5 نقاط لمدة يومين 8 و 40 ساعة مع تغيير الماء يوميا طبعا أي منتج بنحطه بدنا نغير الماء يوميا زي ما اتفقنا مناش نظل نكرر في الموضوع بنستخدم إذا شفنا الطير عنده أي خلاف في البراز أو عنده يعني شكينا في مشكلة معوية بنعطي الدواء المعوي إذا شكينا في أن الطير صار عنده لفحة هوا أو مشكلة تنفسية بنعطي التايلان اللي هو الأصلي التايلان الأصلي لكل بيعرف التايلان يعني هو بودرة صفرة من جوا خلينا نقرب الكاميرا عليه عشان نورج الشباب التايلان الأصلي كيف بيجي لونه أصفر من جوا زي ما احنا شايفين عشان في بعض الأنواع بتكون أبيض أو شركات أخرى بس أنا أعطيتكم الأدوية الأصلية فإحنا بنستخدم دايما بالبداية الروافع المناعة اللي هي ما إلها أي تأثير جانبي على الطيور وإذا كان شفنا ما في نتيجة وكان في إنا فعلا أمراض بنستخدم إذا كانت المشكلة معوية أو تنفسية المشكلة المعوية بنستخدم لها الدواء المعوية والمشكلة التنفسية بنستخدم لها الدواء التنفسي طبعا المعدل زي ما حكيت لكم البايوكوكس بنستخدمه يومين بنوقف يوم بنرجع بنعطي كمان يومين إذا كانت الإصابة شديدة إذا كان حسن الطير في خلال يومين بنوقف الدواء نفس الشيء التايلان بنعطي يومين أو من يومين إلى ثلاثة أيام بتحسن معنا الطير طبعا من البرنامج الغذائي بتطعميه زي طيورك حاول ترفع التغذية شوي لطير الجاي من المستورد يعني ترفع له التغذية بتقديم العلف الجيد للطير وتقديم الأشياء المكملات الغذائية المناسبة اللي أنت بنفسها بتستخدمها لطيورك هيك إحنا بنحافظ على الطير المستورد وبنبلش نعطي فيتامين عام إحنا بشكل دوري بالأسبوع مرة أو مرتين عبين ما هاي الطير المستورد بده عندك في الغرفة على الأقل شهر كامل عبين ما يستقر وإنت تقدر تقول هذا الطير خلاص هيك صار الطير ممتاز وصار مع طيوري طبعا في نقطة مهمة جدا لازم نحكي فيها أي طير مش شرط مستورد تشتريه جديد من أي مكان بدك تعزل وعزل كامل لا يقل عن مدة عن ثلاث أسابيع لأنه العزل مهم جدا ربما الطير المستورد يكون مصاب بمرض أو معاه ناقل لمرض معين فأنا عشان ما أفوت الطير على غرفتي وصير عندي مشاكل بطيوري لازم أعزل الطير لمدة ثلاث أسابيع في مكان منفصل بعيد عن طيوري هاي نقطة كتير مهمة لازم ننتبه لها إخواني لأنه في كتير مربين غلطوا هاي الغلطة اشترى الطير من هون دخلوا على غرفته كان الطير مصاب بجدري أو مصاب بكانكر أو مصاب بمشكلة معوية كوكسيديا يعني بغض النظر مشكلة فطريات كتير مشاكل مرأة معانا مع المربين ولكن لازم ننتبه إنه أي طير حتى لو كان محلي أنا شريته إلا إذا كنت إنت شاري من غرفة مربي مضمون وإنت عارف شو المربي هاد وصديقك وإنت بتزوره وبزورك وعندك ثقة فيه بتفوت الطير دايريكت ولكن أي طير أنا مع إنه ينعزل لمدة ثلاث أسابيع على الأقل قبل دخول على الطيور بعد ما نشيك الطير معويا وتنفسيا ومدة ثلاث أسابيع هاي عزل إحنا بنعرف إنه هذا الطير خلص هيك أموره تمام بلش يأكل بصحة جيدة حركة ونشيط داخل القفص فوتوا على غرف طيورنا هاي الموضوع كان في هاي الحلقة عن كيفية التعامل مع الطيور المستوردة أي شيء إخواني بدكم تسألوا زي ما حكينا في التعليقات بتحطولي عن نفس الموضوع هاد اللي هو كيفية التعامل مع الطيور المستوردة أي حدا بدو إيانا نحكي في موضوع تاني بحط برضو تعليق عن الموضوع لإني أنا بسجل في الملاحظات عندي عن المواضيع اللي بتطلبوها عشان أعرضوا أشرح لكم إياها بشكل مفصل سابقا كانت فيديوهاتي تكون ثلاث دقائق فقط هاي المرة صرت أطلع لكم بفيديو من ثمن إلى عشر دقائق على أساس نشرح الموضوع بشكل مفصل والكل يفهمه بناء على طلبكم أنتو طبعا لمعلومات طبعا إحنا قد ما بنحكي يعني أنا الحمد لله من فضل الله عمري ما بخلت على حدا بأي معلومة ولكن إحنا بنقول لمعلومات بشكل أوسع يمكن اقتناء الكتب اللي أنا ألفتها يعني إنه الموسوعة الميسرة للكناري كتاب قيم جدا 250 صفحة فيه كل ما يشمل يشمل كل شيء بتعلق في الكناري من عند الشراء لعند الطفرات والجينات وعلم الوراثة ونفس الشيء عندي كمان كتاب الموسوعة الميسرة للحسون الكتاب هاد برضو زي ما حكينا من عند شراء الطير لعند الطفرات والجينات وعلم الوراثة كتاب كتب شاملة اللي بده معلومة دقيقة وبدي يرجع يراجع ملاحظة معينة في علاج في دوا في تربية في طفرة في نوع طير أي شيء يعني تركيب الطفرات يعني أنا حتى في الكتب شارح كيفية تركيب الطفرات خاصة كتاب الحسون هلأ إحنا ماشيين في موضوع الحسون إن شاء الله بطلع لكم فيديو بحكي لكم عن تفاصيل هاي الكتب الموجودة إن شاء الله تكون هاي الحلقة مفيدة للجميع وإحنا دايما بنجدد لكم أي شيء بتطلبوه شكراً كان معكم أخوكم يوسف حمدان أبو سوفيان من الأردن شكراً للاستماع وإلى اللقاء في فيديوه السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله